انهيار الفنانة يسرى حزن كبير في الوسط الفني بعد ما اعلنت الفنانة يسرى وفاة اعز الناس تفاصيل اللحظات الاخيرة الموت يفجع الفنانة يسرى في وفاة اقرب الناس يسرى في حالة من الصدمة يسرى حزينة من وقت وفاة الفنان هشام سليم والأيام الماضية اتصدمت مرة اخرى بوفاة اقرب الناس اعلنت هي بنفسها خبر وفاة وكل التفاصيل وصرحت ان العزاء في الجنازة فقط ومش هيقام عزاء تعال اقول لكم مين اللي مات وايه السبب اللي مفيش عزاء وليه كان الدفن في منتهى السرية تعال اقول لكم كل تفاصيل الدفنة وتشيئة جسمان بالرغم ان الفنانة يسرى ما اعلنتش عن خبر الوفاء لكن توافت عدد كبير من نجوم الفن لحظة الدفن وده عن طريق اتصالات من الفنانة يسرى لأصدقاءها المقربين وعلى رأسهم الفنانة الهم شهين ولكنها بعد الدفن اعلنت الموضوع ده على صفحتها الشخصية على الانستجرام الايام دي الفنانة يسرى بتعيش حالة من انهيار الفترة اللي فاتت الفنانة يسرى كانت مهتمة بتنفيذ وصية الفنانة الراحل هشام سليم الوصية دي كانت عبارة عن قسمين القسم الاول وهو مساعدة ابن نور في اثبات هويته لانه تحول من انسى الى زكا كلنا طبعا عارفين عنده مشكلة في اثبات هويته لان مصر مش معترفين انه زكا لانه عمل عملية تحويل وليس تصحيح والجزء التامن الوصية وهو توزيع البراس على اساس ان نور ابنه ذكر لانه في مشكلة في الموضوع ده وكان خلافات كتير بينه وان اخواته بنات على الموضوع ده شفنا قد ايه هي حربة حرب جديدة لتنفيذ وصية الفنان الراحل هشام سليم وطبعا اللي كان بتعيدها في تنفيذ هذه الوصية هي والدة الفنان هشام سليم السيدة زينة بلطفي ده وفت السيدة زينة بلطفي بعد اقل من سنة من رحيل ابنها الفنان الراحل هشام سليم السيدة زينة بلطفي ما كانش تعرف برحيل ابنها هشام سليم قعدت اكتر من شهرين ما تعرفش ولما عرفت انهارت ودخلت في غيبوها قعدت فيها فترة طويلة وبعدها حالتها الصحية تدهورت رحلت متأثرة بمرضها وصدمتها كانت من ضمن وصايا الراحلة زينة بلطفي ان ما يتمش لها عزاء لانها ما كانش بتحب التصوير وما بتحبش الاعلام كانت مبتعدة تماما عن الاعلام علمت الفنانة يسرى انها يتم العزاء على المقابر فقط كتبت يسرى على الانستجرام ان لله وان اله راجعون توفت الى رحمة الله والدة زوجي السيدة زينة بلطفي حرم المرحوم كابتن صالح سليم والدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم تغمضها الله بواسع رحمته والهمنا جميعا الصبر والسلوان العزاء يقتصر على الجنازة فقط تلقت يسرى العزاء من اصدقاءها النجوم على حسابتهم الشخصية وسوها بكلمات مؤثرة على الانستجرام رفضوا يكون في عزاء ورفضوا التصوير في الجنازة رحمة الله رحم الله السيدة زينة بلطفي واسكنها فسيح جناته عالت السيدة زينة بعد وفاة ابنها شام سليم رحمة الله عليه يسرى قالت انها بمثابة والدتي ام التانية رحلة رحمة الله على السيدة زينة بلطفي رحمة الله على السيدة Зوارس文 تنظر رحمة الله nacم اشتركوا في القناة